واثقات الخطى يمشين كالملكات في يوم المرأة العالمي فمع صباح الثامن من مارس انطلقت نساء من غزة للاحتفاء في هذا اليوم على طريقتهن الخاصة ضمن مراثون الرياضي للمشي على ساحل البحر يهدف لتحفيز نساء القطاع للمشاركة في كافة الأنشطة الرياضية اتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية ولجنة المرأة في هذا الاتحاد بتحاول بالتحديد نشر ثقافة الرياضة النسوية السيدات طبعا إلهم الحق في المشاركة في الرياضة فلهذا السبب احنا تم تنفيذ هذا النشاط في هذا اليوم على شرف يوم المرأة طبعا الثامن من آذار العزيمة والأمل والعمل على تحقيق الذات رسائل حملتها قطاعات نسوية متنوعة في غزة شاركت في هذا المراثون الرياضي للفت أنظار النسوة في القطاع إلى مكامن قوتهن القادرة على النهوض وتجاوز حالة الاضطهاد والتهميش دفاعا عن حقوقهن النساء بنوجه رسالة لهم بهذا اليوم بنقولهم كل عام وهم بخير طبعا سواء كانت أمهات شهداء أمهات الجرحة أنه احنا بنوجه رسالة أنه المرأة يجب أن لا يضطحط حقها في كل مكان طبعا بالنادي أنه سيدات تشارك ويكون لها مقاعد في كل مكان سواء بكل زي ما حكينا بقطاع السياسي اقتصادي رياضي المرأة الفلسطينية هي شريكة بالنضال وشريكة بالسياسة وزي ما فيه قوة للسياسة وقوة للاقتصاد هنا قوة للرياضة ومن اليوم في يوم المرأة حابين نقول للناس أنه المرأة موجودة أنه المرأة قوية ويجب أن تكون هي إذن رسائل نساء غزة لمن لا يعرفهن أو يتجاهلهن في هذا العالم فقلبهن وإن تألم طويلا إلا أنه لن يموت ناضبا من الحب والأمل فالقويات منهن جميلات ملهمات في يوم المرأة العالمي تثبت نساء غزة بأنهن قادرات على إيصال رسالة حقوقهن إلى العالم والنضال من أجل تحقيق العدالة والمساواة مع الرجل على مسافة واحدة حازم البناء الغد غزة فلسطين